أصب عليكم مشاهدين مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة الزرقاء اليوم سنتعرف على أحد شباب مدينة الزرقاء المميزين وليقام بإطلاق مبادرة خاصة لتجميل وتزيين المدينة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على النظافة وحماية البيئة من التلوث وعمل على تحويل العديد من أحياء المدينة من مكبات لأنفايات العشوائية إلى مناطق منارة مزينة بالأشجار والزهور وقام بتطوير موهبته وهويته وحرفته في الفن التشكيلي وعمل على إعادة تدوير المخلفات البيئة من الكرتون الخشب الحديد وصنع منها أجمل الإبداعات الفنية من مجسمات وتحف مختلفة لتزيين وتجميل مدينة الزرقاء طبعا نحكو معنا الأستاذ أحمد النشمي الزواهرة هو صاحب هذه الفكرة المميزة نقول لك صباح الخير وعطيك ألف عافية صباح الورد سيدي لك ولجميع الشاب الأردني وجميع المستمعين والمشاهدين وجلال سيدنا وأشكرك أخوي أبو حمد وشكرا ليوم جديد وقناة الأردن على متابعتكم لهيك أمر هناك ناس كثير غافل عنه هذا الأمر بس أنا أشكركم من كل قلبي على تواضعكم وجيدكم علينا وأهل وسعنا أولا نشكرك كمان على هذه المبادرة الجميلة وهي جميلة بوصفها وجميلة على أرض الواقع من خلال تزيين وتجميل مدينة الزرقاء من خلال إعادة تدوير المخلفات البيئية ببداية حديثنا سيدي نحكي عن من وين جاءتك هذه الفكرة بصراحة في الحقيقة هي فكرة إجت يعني من خلنا نحكي مثلا أن هواية رسم مثلا أو مثلا إشي زوق مثلا أعمل دراجي سيارة أرسم وعملها على الواقع بس بداية الأمر إجت هي من مسألة أنه كان شارع يعني مكب نفايات ومكان كثير موحش يعني وخطير جدا يعني وفيش ناره ما فيه ولا أي خلنا نحكي نعم من أنواع الخدمة في بداية الشارع فحبينا نحن نقدم شي منا يعني للأردن وسيدنا والشعب والحي والأقارب نظفنا الطمام والنفايات وجرفناها وسويناها وبلشنا نزرع ونعمل ونزبط والهواية إجت يعني أنه كيف نعمل دراجة أو سيارة والله إجت مع الزمن هيك الحالة بس أنت عندك الشغف عندك الحب هواية الرسل تماما أنت فنان تشكيلي بالأصل نحكي أيها فنان تشكيلي بس أنه صرت أعمل الفن على الواقع تمام هلا إحنا بجوز زميننا فواز فرجش حادة باستعرض هذه الدحف إذا صح التعبير وهذه المجسمات اللي عملتها من مخلفات البيئة ومخلفات الطبيعة هلا أحكي لي كيف يعني بعض المجسمات الموجودة معنا كيف عملتها وكيف شكلتها على أرض الواقع من خلال هذه الدحف والمجسمات التي موجودة يعني على هذا الشارع على طول يعني مسافة كبيرة كمان طبعا سيدي هي من المخلفات بقايا يعني البلاستيك قطع الكوندجينات والكوشوك المستخدم يعني خلناك بشكل عام إنها مش مكلفة ولا إشي إلا بس الفكر مكلفة من ناحية الفكر وحط الرسمة في بالي مخيلتي وطبقها على الواقع في أدوات خاصة بتستخدمها؟ الأدوات الخاصة هي الدريل براغي منشار أشياء عادية يعني توقض منك وقت كثير؟ والله في البداية كانت توقض وقت أما يعني في الوقت الحالي لا طب كم مضى على بداية مشروعك؟ يعني هذا مشروع نبيل يحافظ من خلاله على البيئة نظيفة وعلى الطبيعة ويعني أيضا زينت وجملت هذه المنطقة كاملة وهي بلشت من أربع سنين تقريبا وكان الشجر وورد طبيعي بعدين حولنا على ورد الصناعي كونه شارع يعني وورد طبيعي ما بيطلع فيه وركزنا على نواع شجر الزنزلخت مثلا اللي تتحمى العطش وشجر الكينة وملا لشنا نطور شوي شوي ونتابع مثلا أشياء عن التوشي الإشي اللي بنحضر أول شي نسوي عادي من طبقه وفعلي أما مسألة السيارات والدراجات هي مسألة يعني خلنحكي منفردة يعني هواية خاصة عن نت مش موجودة جوز أنا يعني أتمنى على زمينة فواز كمان يستعرض بعض المركبات اللي موجودة بتأخذ منك وقت كثير بصناعتها؟ حس في السيارات مثلا الكبيرة بتأخذ مني وقت بس تكرروا وقت وجهد وقت وجهد بس صار الأمر إلي شي سريع يعني صرت مثلا أعمل الدراجة أنا بثلاث دقائق ما شاء الله عليك الله يعطيك العاقب طيب سيدي كيف كانت ردود أفعال المواطنين المارين أصحاب المركبات بعد ما شافوا هذا الإبداع وهذا العمل الفني وهذه المجسمات الرائعة من مخلفات البيئة أنا الإشي اللي خلاني أطور شغلي وإني مثلا إني أهتم بهيك موضوع هو اهتمام من الناس أنا لما شفت الناس مبسوطة لهذا الحكيم والأهالي والفرحة على وجوههم ووجوه الأطفال صرت أنا أطور ولو بيطلع بيدي كمان أعمل أكثر من هيك أباسد نحن نحكي يعني في رسالة نبيلة من خلال هذه المبادرة وهذا المشروع اللي هي الحفاظ على البيئة نظيفة والحفاظ على نظافة المدينة كيف وصلت هاي الرسالة للمواطنين من خلال هذه المبادرة أنا وصلت من خلال هذه المبادرة أنه أنت تقدر يعني تعالج الخطأ من دون أنت مترن على أي جهة حكومية لو كل إنسان مثلا يهتم زي ما أنا اهتميت منطقته الخاصة كمان أو باب بيته الأردن مصير يعني من أجمل البلاد يعني مش أنه كل شغلة والله خربات والله بنرن على البلدية بنرن على الزراعة تعالوا عملونا نحن نعمل ونجمل ونزبط والله يعطينا الصحة وإن شاء الله دائما نظبط ونحلي وما بنسأل عادي لقيت حدا السفاد من هذه التجربة في بعض المناطق في محافظة الزرقة بلشوا مثل هذه المشاريع آه بالله أنا فيه كثير يعني فيه مثلا مبادرة شباب حي الزوارة صاروا يروحوا على المناطق وهم يزبطوا يعني أبناء العم والأهل والأقارب أنا أشكرهم يعني لأنه يعني يوقفوا معي وساعدوني وبلشوا هم يعملوا وراهوا على الحدائق وراهوا على المساجد وصاروا هم يزبطوا يدهنوا من مبادرة شبابية يعني زي ما أنا أعمل أعطيهم أفكار مثلا يروحوا يطبقوا هما بالناطق الضروري جدا أنه على المواطنين الحفاظ على النظافة شو منحكي لمواطننا الأردني حتى ما يلقي النفايات عشوائية بأي مكان خصوصي فيه مكبات خاصة وفيه مواقع خاصة وحاويات خاصة ولكن يعني رمي النفايات وكل الأماكن بشكل عشوائي يؤثر على البيئة وعلى الطبيعة وعلى النظافة يؤثر علينا أشخاص حتى الحيوانات وعلى الأشجار وعلى الهواء وعلى التلوث شو رسالتك للمواطنين للابتعاد عن هذه التصرفات السلبية رسالتي أني بنصح أنه يحافظوا على أول شيء على الزراعة أنه يزرع وأنه ما يكبوا النفايات وانت لو شفت هذا الشارع كيف كان وكيف احنا عملنا فيه الطمام والهذا بتغير نظرتك عن موضوع النظافة الكامل يعني عن جد أنه الواحد من دون نظافة ما بسوا أشيء سيدي رح تنقل تجربتك في أماكن أخرى رح تشتغل في أماكن أخرى يعني في محافظة الزرقاء رح نروح مثلا نشوفك في مدينة أخرى ممكن أنه تعمل بتشاركي مع بعض الجمعيات فمؤسسات المجتمع المدني ممكن إطلاق مبادرة في بعض المحافظات لأخذ هذه الفكرة منك والتطوير عليها والعمل على انتشارها في كافة محافظات المملكة أنا إلي كل الشرف أني أنا يعلم هذه الفكرة لأي مواطن أردني لأي مواطن وأي محافظة وأي جمعية أنا على استعداد تام مني يعني يعلمهم كيف يسووا الدراجة أو السيارة وأجري عند الله يعني وني يعني اللي بيقدم خير يعني مش أني محتكرها الفكرة إلي لا على استعداد إني أنا أعلمها لأي حدا تمام هلأ أنت أكيد عندك موهبة خاصة وعندك فكر خاص بنا نحكي شوي عن موهبتك الخاصة بالفن التشكيلي هلأ الفن التشكيلي يتعداد وله العديد من الطرق والأشكال والألوان ولكن أنك تصنع هذه التحف وهذه المركبات وهذه السيارات وبجوزي عنه تنوع أول شي تعرفني أكثر على بعض المركبات والأشكال الموجودة معنا يعني عندك مثلا الدراجة هاي اللي تيجي البطح أنا بحط المخيلة بذهني على ترسمها براسك على مراحل خلني أحكي فن يعتمد على الفن الذهني أنا بحط الشكل براسي وأنا من دون أنه مثلا ما يكون ورقة أو أي شيء بمشي عليها على مراحل يعني وبسرعة فائقة أنت تلاقيها بالشكل اللي هيك مثلا أنه هاي دراجة بطح هاي دراجة هارلي هاي اللي هي السيارة أول شي أنت بترسمها براسك بعدين على الورق بعدين بتنفذها وعلى استعداد على الورق صارتين شيء سهل خلني أحكي بالمدرسة اللي كنت ترسمها على الورق أما حاليا دهني أحط شكل السيارة أنا بذهني خلص وبعد مثلا ساعة أو بعد مثلا خمس دقائق أو مثلا بعد يوم حسب الشكل اللي أنا حطه تطلع السيارة نفس اللي أنا بديني حاطها وانت شايفها مثلا أنا حبا كي نعم بعض الأشكال اللي موجودة أنا شايف كمان في طيارات في أشكال في سفن في العديد من الأشكال حكيني الأشكال اللي موجودة معنا هل نحكي أيش اسمه مركبة مثلا مركبة طاعة وصيلة نقل أيوه وصيلة نقل أرضي كله أنا على السعدادة اللي أعمل نفس الشكل اسمع ويعني خلني نحكي مثلا ثمانين بالمئة طبعا إحنا بجوز يعني جوز أشياء بسيطة كمان أشياء بسيطة من خردة مش أنه أنا أروح على السكرابة أجيب الجناح ولا أجيبش لا لا نفس الخردة الوسخ أنا أصنع منه أي شكل حقيقي موجود دول أردن تمام يعني بجوز إحنا لو الفترة مسائية كان بيّن الجمال هذا المكان أنت كمان مضيف عليه بعض الزينة والإنارة الزينة والإنارة الطاقة الشمسية في الليل يعني بتعطي منظر كثير كثير حلو والفكرة بالموضوع أنك أنت إن شارع الزينة والجمل بأشياء بسيطة وعلى الطاقة الشمسية ومش مكلف وماشاء الله اللي بيشوفه بحكي منه مكلف ماشاء الله يمكن مئتين ألف من شاء الله يعطيك العائف طيب أبو أسد نحكي عن امتداد هذا الشارع إلى يعني شو المدى اللي راح توصل فيه وراح تستمر أيضا بامتداد آخر أنا ولوش الشارع أنا حبيته لأنه يعني مثلا بخدمني وشغلي ومكان تواجدي بشكل دائم ناطا أنت يعني قريب من هذا المكان فبتشتغل على الدوام فيه آه فأنا حبيت أنه أنا المكان يكون فيه أنا أنه يكون مزين ما تعوّت أني أنا كون المكان يكون يعني يكون فيه امتداد أكثر يعني راح تستمر في هذا المشروع راح تمده كمان إن شاء الله يا رب أني أقدر أمده آه بس هو امتداد الشارع يعني حاب بالواقع نفس ما هو طيب قبة الصخرة قبة الصخرة وفيه أشياء بتعتمد على خلال نحكي مثلا فن تشكيلي ما لوجد دخل بالدرجات والسيارات سيدي وتنسيق الورد الصناعي والأشياء الفوميات اللي عليها جميل يعني أنت كمان بتنقل صورة عن تاريخنا عن تراثنا عن هويتنا العربية من خلال هذه المجسمات أنا صورتي يعني بنقل صورة كل شخص مواطن أردني عايز جوه الأردن يقدر يقدم أكثر من هيك يعني أنا قدمت إشي بسيط خلينا نحكي لست في ناس يقدر تقدم أكثر من اللي أنا سويته وهذا الإشي اللي إحنا تربين عليه كل المواطنين أبو أسد تحكي لي عن ردود أفعال المواطنين والمارة يعني بس مروا من هذا الموقع كيف يشوفوا هذا الجمال هذه المجسمات هذه التحف والإبداعات الفنية على شارع موجودة وبإزيزي هذا الشارع مبسوطين كثير والله وبتصوروا وبيجوا حتى فرحة الأولاد الصغار أنا لما بشوف أنا بحب الأولاد الصغار لما بشوف ولد صغير مبسوط على هيك منظر وبشوف من أبو وبحكي لي أنه يعني حلو وطور وأمر هيك أنا بعطيني أمل وتفاؤل السمرار عسنا في ناس يعني مش عاجبة هذا الحكيم سمي مقليات يعني إحنا ما أناش فيهم ما بيأثروا علينا نهيا بس الأغلبية الحمد لله مبسوطين وشايفين تغير وأنا بإذن الله يعني رغض اللي أغير وأظلي يعني طول ما الله ما أعطيني طوة الأمر رغض اللي يمتابعهم ودعي البال عليهم وأسوه ويطور والفكرة أعلمها لكل الناس والله يصل للجميع إن شاء الله نيتنا إن شاء الله شكرا لك ويعطيك ألف عافية جهود رائعة مباركة يعني ما شاء الله أنت قمت بتزيين مكان من العدم حوته إلى لوحة فنية كل شكرا لك يعطيك ألف عافية تركسيد يعطيك ألف عافية شكرا لك طبعا نشاهدين زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة الزرقاء اليوم حبينا أن صلطوا الضوء أكثر على واحدة من المبادرات الخاصة والنبيلة والتي حول من خلالها أحمد الزواهرة أحد أحياء مدينة الزرقاء من مكبل النفايات العشوائية إلى لوحة فسيفسائية مليئة بالإبداعات الفنية مليئة بالمجسمات والتحف المختلفة قام بإعادة تدوير المخلفات البيئية حفاظنا على البيئة والنظافة وتشجيع المواطنين للحفاظ على البيئة والنظافة في كافة مناطق وأحياء محافظة الزرقاء من خلال تجميل هذا الشارع والذي تزين بالأشجار والزهور والزينة والأنوار المسائية بالإضافة إلى هذه المجسمات والتي تعكس تاريخنا جزء منها تاريخنا وتراثنا وهويتنا الوطنية والعمارية والدينية يعني صراحة أن هذا المكان صعب وصفه لروعته وجماله بعض المواد هي موجودة في أي مكان وهي للأسف يعني بعض النفايات تم تحويلها إذ هذه اللوحة الفسيفسائية الرائعة والجميلة مشروع نبيل حبينا أن صلت الضوء عليه أكثر وتعالى صاحب هذه المبادرة خليكم مع بعض اللقطات الصباحية لهذه المجسمات وهذه التحف التي صنعت من العدم وتحولت إلى هذه الإبداعات الفنية المختلفة صباحكم سعيد مرة أخرى مشاهدينا من محافظة الزرق موسيقى أغلى كلمة بالعالم تتكون من أحلى حروف ولو لسا تكمش فاهم انزل عشا ورعنا وشوك كيف محبي فوق محبي وشوية إصرار ورغبة تتحدى لظروف الصعبة تتحدى لظروف الصعبة تتحدى لظروف الصعبة